السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخبر اللي معنا النهاردة هو خبر يحص نورة هشام سليم كشف الفنان المصري هشام سليم أن ابنته قامت بإجراء عملية تحويل جنسي لتصبح اسمها نور بدل من نورة وقال هشام سليم في لقاءه مع برنامج شيخ الحارة والجريئة أنه لم يستغرب رغبتها في تحويلها جنسيا لأنها من وقت ما تولدت وأنا كنت شايف أن جسمها ولد وكنت دايما أشك في الحكاية دي وأشار هشام سليم إلى أنه ابنته نورة 26 عاما أصبحت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيا حاليا وأنا ما استغربتش أبدا أنها بتتحول جنسيا وأوضح هشام سليم أن ابنته قالت له ذات يوم حينما كان عمرها 18 عام أنا عايشة في جسم غير جسمي ورأى هشام سليم في قرار ابنته القيام بتحويل جنسيا إلى ذكر أنه يعد شجاعة أنه هو ده شجاعة يعني وجراء منها لا سيما أننا نعيش في مجتمع يرفض ذلك حسب قوله وقال الفنان المصري أن أسرته تعامل ابنته باعتبارها ذكر في الوقت الحالي ويدعمونها لوصولها لمواصلة الحياة كشاب بينما لفت أن المشكلة التي يمكن أن تواجه ابنه حاليا هي تغيير هويته في بطاقة الرقم القوم موضحا هشام سليم أن الله يكون في عون الإبن أو البنت ويكون في عون أهلها وأنا كأب مهما حاولت لن أقدر أفكر زي ما ابني بيفكر حاليا ويقول هشام سليم أن القانون المصري لا يتضمن مواد تتطرك إلى أمور التحول الجنسي وعدا ما يواجه هؤلاء الأشخاص أزمة في تغيير هويتهم ويعانون التكيف مع المجتمع ونظرتهم له وده كان الخبر اللي معنا النهاردة وعايز ألايك للفيديو واشتراك للقناة وانفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة